اشتركوا في القناة التجميع او هذه المكتبة هنا فقط كنت قد وضعت ستوري لكي تعرفوا لماذا قمت بعمل هذا الفيديو وضعت هذا الستوري بالضبط قلت اوفر لكم اقوى مكتبة للموالد بثمانين جدرامزي ثم استردت لكم بعض الصور طبعا اخبرتكم انه يمكنكم استعمال للموالد في الكي دي بي او في بيع المنتجات الرقمية مكتبة اكثر من 12 جيجا بيت الحقيقة ليس 12 ولكن اكثر من 20 جيجا بيت بعد فك الضغط طبعا هذا هو الستوري الذي وضعت الذي لم يفهم او طلب مني الكثير من الاشخاص سنقوم باستعراض لكم هذه المكتبة ما تبيعتها اذا هذه المكتبة بكل بساطة دعونا ننتقل الى سطح المكتب اذا هنا فقط هذا نموذج الذي سوف نستعرضه لكم وهذا فقط نموذج تقريبا تبقى نموذج اخر لنموذجين دعونا نستعرض النموذج الاول لكي نعرف بالضغط عن ماذا نتكلم نتكلم عن هذه المكتبة هنا عندما نقوم بالدخول بمجرد الدخول او بعدها ان تقوموا بالحصول على رابط التحميل المباشر من درايف تقومون بتحميل 12 جيجا في 12 جيجا لان تقريبا نتكلم هنا بعد فك الضغط تقريبا عن اكتر من 20 جيجا بايت اذا اولا وقبل كل شيء يجب ان تعرفه انه يجب عليك الدعاب الى مقا في انترنت جيد لكي تقوم بتحميل هذه الموارد لان حجمها كبير انا شخصيا عندما رفعتها اضطررت للذهاب الى احد المقاهي الذي يعني عندهم الفيبر اوبتيك لكي استطيع رفع هذه الملفات لان حجمها كبير المهم دعونا نقوم باستعراض مثلا هنا هذا التقسيم الاول دعونا نرى التقسيم الاول لكي نعرفه بالضبط سوف نكبر قليلا للشاشة اذا التقسيم الاول هذا الكلورينغ طبعا هنا اذا لاحظت بمجرد الدخول او قبل الدخول دعونا نعاود من اول وجديد اذا بعد الدخول سوف تجد انه عندنا هنا الالتيميت كيتز ووركشيت هذه تقريبا الباندل الذي خاصة بالانشطة سوف نصل لها ثم عندنا ايضا هذه الخاصة بالكلورينغ بالكلورينغ بيتز اذا عندنا اولا وعندنا كيتز عندنا تقريبا 9000 أو اكثر من 9000 عنصر خاص بالأديوت وتقريبا يعني عندنا يعني ما يزيد عن 5000 يعني عنصر خاص بالكلبي دعونا نستعرض m salad هكذا عندما نقوم بالدخول سوف نجد أديوت ماندالا كولورينغ بوك دعونا نستعرض أولا سوف نجد هذه الملفات بهذا الشكل عبارة عن PDF طبعا أول شيء سوف تقوم به أنت إذا حصلت على هذه المكتبة تقوم هذه الPDF كلها قوم بتحويلها إلى Image طبعا يكفي الدخول إلى جوجل وكتابة PDF to Image وتقوم برفع هذا الملف ثم بعد ذلك تقوم بتحويله إلى الصور لكي يسهل عليك التأديل عليه إذن هذه الملفات التي سوف تصلكها طبعا أنت ممنوع عليك أن تقوم باستعمالها كما هي مباشرة في يسابك العمل الذي يجب عليك أن تقوم به إذا حصلت على هذه التجميع يجب عليك فك أولا كما قلنا استخراج أو تحويل الPDF إلى صور عادي من خلال أي هوقع يقوم بهذا الأمر ثم بعد ذلك تقوم بجمع كتابك بشكل يدوي مثلا دعونا ننتقل إلى ملف آخر في بعض المرات تجدون صور بشكل مباشر لن تحتاج إلى تحويل الPDF إلى صور سوف تجدوها كذا By Default عبارة عن Image بصيغة PNG طبعا هذه الصور كلها بدون حقوق يمكن استعمالها ولكن كما قلت لائما لا بد من التعديل يعني لا تقوم باستعمال كتاب كما هو مثلا استعمال صورا من هنا صورا من صفحة أخرى أو من مجلد آخر إلى آخره يعني لا تستعمل الصور كما هي آتية بشكل كذا لأن هناك احتمال شخص ما آخر قد يستعملها كما هي فتقاية المشكلة لذلك دائما إدمج شيئا إدمج يعني حاول دمج في كل مرة إدمج فالأمر سهل لأن عندك موارد كثيرة انظر عدد الصور الموجودة هنا في هذا المجلد دعونا ننتقل إلى مجلد آخر هنا عندنا مثلا هذه الكاوتس motivation عندنا 430 يعني صفحة طبعا هنا عبارة عن PDF انظر عدد PDF طبعا دائما كما قلت نحول هذه PDF إلى إلى صور طبعا هنا سوف نجد أنه مثلا هنا محولة إلى صور طبعا يمكنك أن تصناع هذه الكاوتس يعني سوف أوليك الطريقين عندك موارد الجميل والرائع هنا أنك لن تحتاج إلى البحث عن المنظرة في مكان آخر هذا هو الرائع جميع المنظرة التي قد تخطر على بالك موجودة هنا في هذا الباك إذن دعونا نرى من الموجود هنا أي دعونا نكمل أدوث ثم نبحث عن أدوث ماندلا مثلا هنا انظر عدد الصفحات هنا 615 صفحة إذن انظر عدد المنظرة الموجودة هنا إنه عدد كبير جدا نتكلم كما قلت عن 615 في هذا المجلد فقط دعونا نرى مجلد ما آخر هذا المجلد الثاني فيه 800 أكثر من 800 894 قربة 900 يعني لن تحتاج للبحث عن منظرة في مكان آخر نهائيا يعني جميع المنظرة التي قد تخطر على بالك موجودة هنا بجميع الأقسام وبجميع الأشكال هنا مثلا ألفان في هذا يعني المجلد عندنا ألفان هنا ألف انظر وطبعا ثمن هذا الملف أو هذا المجلد أو هذه المكتبة ثمن بسيط جدا هو فقط يعني لأنني أعرف أن هناك من يريد العمل بشكل جدي يريد يعني يعني يحتاج إلى هذه الأدوات للعمل يحتاج إلى هذه الموارد ليبدأ العمل طبعا يمكنك يعني بدء العمل في الـ Digital Product إذا كنت تعمل مثلا في في الـ Digital Product مثلا على منصة teachers by teachers ف يكفي الذهاب إلى هذا المكان دعونا ندخل من جديد يكفي الذهاب إلى هنا مباشرة إلى هذا المكان ثم طبعا هنا كما ترى ما أي ألف وألفان دعونا ندخل إلى المجلد الأول هنا مالذي عندنا coloring page عندنا battle covers عندنا الشيب مثلا الشيب هذه يعني الأشكال أو الأشكال الهندسية مثلا الشيركل طبعا انظر هنا تكون على الأقل فكرة تعرف ما الذي يجب عليك القيام به ودائما إذا لاحظت مئة يعني عندي مئة صفحة إذن هذه التراص هذا الشيب هذا هو الـ Digital Product الذي طبعا عليه طلب كبير جدا وبسيط في نفس الوقت طبعا الجميل والرعي أنه عندنا عدة في كل ملف فمثلا هنا فقط هنا فقط هنا فاند ابحث هنا طبعا دائما فاند 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 هنا شيء ما آخر complete هنا اتميم تكونوا فكرة عن طبيعة عندما نقول الـ Digital Product أو الـ Activities ما الذي نقصده عندما نقول Activities قوم بإنشاء مثلا منتجات أنشطة للأطفال هذا الذي نقصده مثلا الأشكال الهندسية هكذا نتعامل معها هذه كل يعني تقريبا كل يعني هنا صلب سهم يعني أي يعني نوع من أنواع الأنشطة يختل على البلك سوف تجده هنا طبعا أنت لن تقوم بأخذ كوبكوري وتستعمل ولا ولا تكون فكرة تعرف ما طبيعة يعني العمل أو ما طبيعة الأنشطة طبعا يمكنك استعمال صفحة أو صفحتين يعني لكن لا تبالغ لا تقوم باستعمال كما هي يمكنك تغيير مثلا الخط الأشكال أصلا هذه الأشكال كلها موجودة في Canva يعني فقط تقوم بتطبيق ما الذي سوف تجده هنا إلى أن تصل خبير دعونا نرى أنشطة أخرى عندنا مثلا Word أو Tracing Tracing line هذا يعني تتبع الخط مثلا انظر تتبع الخط ليس Tracing letter يعني ليس تتبع الحروف أو الأرقام لا هنا يعني 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 هذا يكون خاص بالأطفال الصغار في السن تتبع الخط انظر دائما نتكلم عن ميات صفحة جميع الأنشطة موجودة هنا يعني أي نشاط يختر على بالك طبيعة أو كيف تقوم بإنشائه موجود يعني هنا في Canva ماذا سوف تفعل فقط تأخذ الصفحة نفسها تغير فقط تقوم هناك أداة option في Canva لحذف يعني العناصر الموجودة في الصورة إذن تقوم بحذف هذه الصورة لهذا الطفل وهذه الكرة وتعوذها أنت بصورة من عندك وهكذا تكون قد أنجزت منتجا من اختصصك أو متجا أنت قمت بتصميمه أنت صاحبه إذن أنظر هنا أيضا هذه الغيمة يمكنك حدفها ووضع غيمة خاصة بك أنت كذلك ممكن دعوننا نرى مثلا Activities أخرى Coloring مثلا نرى Coloring Peach على سعب المثال طبعا هذه خاصة بدائما نتكلم عن المئة خاصة طبعا كما قلنا بالحروف هكذا تكون فكرة طبعا يمكنك إيادة استعمال هذه الصور يعني في مكان آخر يعني هذا الصور يمكنك استعمال وفي مكان آخر بشرط ألا تضعها كما هي يعني دائما فمثلا هذه الصفحة فيها حيوانين أنت قوم باستعمال حيوان واحد فقط مثلا قوم بتكبيره وزيادة جودته وأنت قد حصلت على Product هنا نفس الشيء هنا فقط مثلا يكفي تغيير الألوان تحتفظ بهذه الرسمة ولكن نغير الألوانها الأمر سهل دعونا نرى شيء مع آخر مثلا Activity sheet ما الذي تانيه عندنا طبعا هذه بعض أنشطة طبعا خاصة ب Emotion يعني التعابير للوجه تعالونا نرى شيء مع آخر هنا مرتبة Preschooler وعندنا kindergarten ثم color by number التلوين حسب طبعا عندها ثلاثة ملفات التلوين حسب المطلوب يعني كل مكان وله رقم وذلك الرقم فيه لون التلوين حسب الأرقام طبعا هنا ما الذي يجب عليك فعله هنا تحتفظ بالصورة فقط تقوم بالتعديل على مثلا هذه الأشكال عوض القلم تضع بشكل عادي تضع رقم واحد ريد كذا يعني هذا هو أو تقوم فقط بوضع الألوان عوض الأرقام واحد مثلا عوض واحد ريد تقوم بحذف ريد تضع هنا لون أحمر مثلا يعني هناك إمكانيات للتعديل كبيرة جدا هنا نرى مثلا من موجود هنا هنا عندنا كذلك . to . طبعا عندنا تقريبا هنا كم عندنا 12 ملف كل ملف فيه مجموعة كبيرة يعني من الأمكن طبعا لصل بسهم أو ليس صل بسهم ولكن . هذه النقطة طبعا مثلا من هذه النقطة إلى هذه النقطة يقوم بتتبع أو يقوم بإيصال يعني الخط من نقطة إلى نقطة نقطة واحد إلى نقطة اثنان من النقطة اثنان إلى ثلاثة من ثلاثة إلى أربعة وهكذا هذه أيضا مطلوبة بكثرة كما ترى موجود كما قلنا 12 ملف كل ملف فيه عدد كبير من الصور يمكن استعمال وكذلك يمكننا استعمالها ك يعني في KDP كلاهما في كلا الجزئيتين يمكننا استعمالها طبعا هذا الملف يعني طبعا هذا فقط جزء الذي أرأيتكم الآن هذا فقط جزء تبقى جزء ثاني له أنت سوف تحصل على جزئين تقريبا فيهما أكثر من 20 جيجابا بعد فك الضغط قبل فك الضغط تقريبا سوف يكون تقريبا 18 جيجابا أو كذا المهم في كل الحالتين أنت تحتاج إلى أنترنت قوي لكي تقوم بتحميل هذه الملفات المهم أنا أوفر هذه المكتبة بثمانين رمزي جدا لمن أرادها فقط التواصل مع إلى الإنستغرام الرابط موجود في صندوق الوصف وطبعا هناك طرق كثيرة للدفع يمكننا التفاوض في أحد الطرق وتحصل على هذه المكتبة وتبدأ العمل بشكل مباشر شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة وتشجيع وإلى حلقة قادمة إن شاء الله